ما قيمة الاتفاقات والهدن الأممية إذا لم تضع حداً للمعاناة ولم توقف نزيف الدم؟ ولماذا التعويل على اتفاق داست على بنوده ميليشيا الحوثي وتنصلت من جوهرها الرامي لإيقاف الحرب وإرساء قواعد السلام؟ ما تبقى من اتفاق استوكهول هو معاناة اليمنيين المتراكمة وتعطل معركة تحرير الحديدة فيما لتزال الأمم المتحدة متمسكة به رغم نقض الحوثيين لكل بنوده وفشل تحقيق إجراء بناء الثقة بين الأطراف تمهيداً لبحث مشاورات بناء السلام وإيقاف الحرب فحتى المبعوث الأممي مارتين جريفث لم يعد يتمتع بالثقة ذاتها التي يسعى لبنائها بين الأطراف ويبدو للشرعية بأنه منحاز ومشرع لممارسات ميليشيا الحوثي أكثر من 1750 مدنياً قتلوا منذ إبرام الاتفاق الأممي فيما أجبر الآلاف من المواطنين على الفرار من منازلهم رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ ستة أشهر بحسب بيان للمجلس النرويجي للاجئين فإن 250 ألف يمني أجبروا على الفرار من منازلهم بينما فقد 26 ألف شخص منازلهم إضافة إلى مقتل وجرح أكثر من 20 شخصاً معظمهم من الأطفال بسبب الألغام الأرضية مقارنة بما كان عليه قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار كل هذا خلال الستة الأشهر الأولى من عمر اتفاق ستوك هولم الذي لا يستحق الورقة المكتوب عليها بحسب محمد عبدي المدير القطري لمجلس حقوق الإنسان في اليمن الذي حث الأطراف المتحاربة على الوقف الفوري للأعمال القتالية بعد ستة أشهر من إبرامه لا يذكر أي إنجاز تحقق الاتفاق ستوك هولم الذي وصل إلى طريق مسدود بحسب الواقع والمعطيات على الأرض وممارسات الميليشيا الضاربة بكل بنود الاتفاق الأممي وقبل هذا وذاك لم يعد اليمنيون ينتظرون شيئاً من الاتفاق طالما وأن معاناتهم لا تزال مستمرة ترجمة نانسي قنقر